الجزائر أنوان قناتكم الأولى الجزائر أنوان تيفي دوت كوم أنا متواجدين هنا في ولاية ورج وعري ريج لتنظيم الفطولة الجهوية الشرق المؤهلة إلى البطولة الوطنية للحن بقوة المزمع تنظيمها بولاية ورجل أيام 23 مرس القادم إن شاء الله ومدري الشباب ورياضة المشكورين على استضافة هذه البطولة الجهوية والتي هي البطولة الجهوية الثالثة لمنظمناها خلال هذه السنة دينا بولاية الغرب والوسط والآن آخر بطولة جهوية اللي هي وولاية الشرق لحاضرين فيها رياضيين اللي كانوا تحصلوا على ميزالية البطولة العالمية يعني هذا رياضيين دون مستوى العالمي من تعطير حكام وطنيين ودوليين كذلك وهذه البطولة ستسمح لاكتشاف مواهب رياضية أخرى باعتبار أنها بطولة جهوية للأكابير ولكن مفتوحة للفئات الأخرى اللي يشاركوا مع الأكابير اللي عندهم مستوى يخليهم يسنفسوا مع رياضيين للفئات الأكابير هذه البطولة التي يمكنها أن تعطي دفع قوية لهذا الاختصاص باعتبار أنه اختصاص الحمل بالقوة والرفع بالقوة اختصاص جديد ولكن في ولاية برج بوري ريج هو اختصاص عنده إمكانيات كبيرة وفيه أبطال يعني حققوا نتائج يعني من خلال هذه البطولة يمكن لولاية برج بوري ريج أن تدخل في اهتمامات الفيدرالية الجزائرية للاختصاص وكذلك تحضيرا للمنافسات الدولية التي تعتبر المكانة الوحيدة التي يمكن من خلالها برياضي ولاية برج بوري ريج أنهم يبرزوا على الساحة الدولية احنا جدنا مثل ولاية باتنا في البطولة الجهوية التي ستقام حاليا في ولاية برج التنظيم كما رأنا نشوفه فيه رأوا في حلة حكيرة فيها كبيرة وهذا هو اللي رأيت سعى به الاتحادية مش تشوف التنظيم مش حتى الرياضي تكون عنده تكون عنده القدرة مش يحطم من الأرقام القياسية تاهم وكل الرياضي في البطولة الجهوية له الأمل المشيء لتأهل البطولة الوطنية التي ستقام بولاية ورق